الفكرة هي اقتراح دواء محتمل لمرض الكورونوفايروس أو ما يعرف بالكوفيد-19 فتم عرض فكرة لدواء موجود في الأسواق يستخدم باستخدام آخر وتم تسويق هذه الفكرة لبعض الجامعات الأمريكية وأبدت اقتناعها بالفكرة وتم تشكيل فريق عمل حول الموضوع ولازلنا في أطر مناقشة الأطر الفنية في إجراء الدراسات المطلوبة ونسأل الله التوفيق لازلنا في بداية الطريق هل هناك سقف زمني لظهور النتائج مثلاً في شكل جيد؟ بالحقيقة أيضاً هم لديهم من ما يسمى بيروقراطية فأيضاً لا زالت هناك بعض العقبات الفنية في آلية اختيار المرضى وشكل الصيدلاني المقترح وليس مقر في أمريكا يعني أكو بعض العقبات فما أستطيع أن أحدد فترة زمنية دكتور طبيعة الإلاج كيف سيكون هل يعني بحبوب أم لقاح أم كيف يعني على الأغلب عن طريق الاستنشاق عبر الفن ترجمة نانسي قنقر